حضراتكم ليه بيان الرقابة الإدارية اللي أصدرته اليوم بعد ما معد الفيديو اللي تم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي النيابة الإدارية أكدت في بيانها أنه ما تم تدوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيال قيام إحدى السيدات بالتعدي على أحد ضباط الشرطة بمقر محكمة مصر الجديدة وحيال ما أسفر عنه فحص الواقعة من كونها عضو بنيابة الإدارية فقد كلف المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية بإجراء التحقيق في تلك الواقع والعرض على رئيس الهيئة في ضوء ما ينتهي إليه التحقيق قبلها يعني بساعات كانت نيابة النزهة أمرت بحجز السيدة اللي ظهرت في فيديو أتعدي على ضابط الشرطة في محكمة مصر الجديدة لحين سداد الكفالة بعد عجزها عن دفع قيمتها وأمرت بإخلاء سبيلها بكفالة ألفين جنيه ولكن المتهمة عجزت عن الدفع نيابة وجهت لها تهمة التعدي على موظف عام أثناء تدية عمل ترجمة نانسي قنقر